أن تبتعدي وأن تجتني بالدخول بين زوجك وبين والدته لماذا؟ لأن هذا شأن بين أم وبين ابنها وزوجك هو أدرى بالحال حال الوالدة وأدرى بالحال الذي هو عليه إلا في حالة واحدة إذا فعلا أثر هذا على النفقات الواجبة بالنسبة لك نعم لك الحق الكامل في أن تقولي أين حقي مثلا لكن أن تكون هناك مسألة بين الولد بين الابن وبين والدته أنا دائما أنصح الزوجات بأن ينأوا بأنفسهم عن الدخول في مثل هذه القضايا لماذا؟ لأن أول تهمة ستوجه إلى زوجة الابن ويقال هذه اللي قلبت عقل زوجها هذه اللي غيرت نفسية زوجة هذه التي هي التي كذا وكذا فلذلك اخت الفاضل نصيحة لك ولكل زوجة أن تبتعد وتنأى بنفسها عن كل مشكلة بين الولد وبين والده ترجمة نانسي قنقر